بعد كده الـ C التانية اللي هي الجزء التاني اسمه الفساد أو دخول الخطيئة إلى العالم اللي هو الـ Corruption والشيطان هنا بيهاجم مهاجمة غير عادية بيقول ما فيش حاجة اسمها خطيئة كل الناس تختار اللي هي عايزة احنا اللي نقرر الحق ما فيش حد الله ما خلقش فما لهوش حق يحط القوانين ما فيش اسم حق مطلق كمان بالضبط كده كل حاجة نسبية اللي انت تشوفه صح يبقى صح وعايز يقول لنا حكاية الحية اللي اتكلمت بالمناسبة عايزة رد عليها بسرعة دي مش اول مرة ان الشيطان اللي هو الروح الشرير يتجسد في شخص ويتكلم فالرب يسوع لما دخل قورة الجدريين كان في شخص في لاجئون وكان بيعزب نفسه بالحجارة وعايش بين القبور وبيصرخ لما شاف الرب والرب تكلم معاه قال له ما اسمك قال له نحن لاجئون لأننا كثيرون وبدأ يقول له ما تخلناش نخرج من هذه الكورة فالشيطان ممكن يستخدم كائن عشان يتكلم من خلاله دي مش حاجة غريبة لأن الشيطان لي قدرة فائقة لكن القدرة دي محدودة طبعا مش زي قدرة الرب لا ولا بيخدم الرب دكتور ناجي يعني آسف أقاطع أنه كمان الخدمة بتخليك تشوف فعل الناس مسكونة بأرواح شريرة بتتكلم بأصوات وإلى آخر فأنه هذا شيء مش غريب يعني مش غريب طبعا الحية ما عندهاش حنجرة زينا ولا مركز للكلام في المخ طبعا ما عندهاش لكن الشيطان من خلالها تكلم إلى حواء وإيه اللغة اللي كانوا بيستخدموها ما نعرفش لأن دي كانت اللغة الموحدة قبل برج بابل وتقسيم الألسنة فازاي قدر يوصل لها ببكره أن يخليها تنظر إلى الشجرة وتشتهيها وتكسر قوانين الرب وبعدين الشيطان بيبتدي بيقول أحقا قال الرب أو قال الله وبعدين يقول لك لا لنت متى بيقول كلام عكس كلام الرب فهو يبتدي بالشك وبعدين يدينا الفرجن بتاع أو العريضة بتاعته أو الكلمة بتاعته علشان يضاد كلمة الرب ونفس الحربي أسيس نظار هي اللي حصلة في القرن الواحد وعشرين بكل التكنولوجيا اللي عندنا وكل البركات اللي عندنا أحقا قال الله فهنتكلم عن الخلق وهنتكلم عن الفساد ودخول الخطيئة للعالم لأن ده كان حدث رهيب أثر على حاجات كتيرة أثر على حواء وعلى آدم وعلى الكائنات وعلى الأرض نفسها لأن الأرض لعنت ودخل الموت إلى العالم واشتاز الموت إلى جميع الناس وده طبعا مش في خطة الله الموت مش جزء من خليقة الله الموت عدو وعدوه سيبطلو الرب من مجيئه التاني موسيقى